إذن الآن سنمر القراءة النص إذن نبدأ على بركة الله في قراءة النص ما إن انتهى العالم من تجسيم الحشرة الآلية الصغيرة وبدأ في تشغيلها حتى هتف ابنه الصغير الذي كان يراقبه ما هذا يا أبي؟ رد الأب مبتسم كما ترى يا صغيري إنها حشرة آلية تسمونها الروبو تساءل الابن في استغراض ولكن يا أبي لماذا صممتها على هذا الشكل الصغير؟ اقترب الأب من ابنه وقال اعلم يا عزيزي أن حلم الصفر إلى الفضائر راود العلماء منذ القديم ولما نجحوا في إرسال سفن فضائية إلى هناك حاولوا إنزال بعضها على سطوح الكواكب ففوجئوا بوجود شقوق كثيرة في صخورها لا يمكن للسفن الفضائية الكبرى أن تكتشفها زاد اندهاش الطفل وسأل وهل وصلوا إلى حل يا أبي؟ أجاب الأب نعم يا بني لقد وجدوا حلا يمكنهم من اكتشاف جميع الأسرار من اكتشاف جميع الأسرار التي توجد بداخل هذه الصخور وهذا الحل هو ما أشتغل عليه الآن إنه الحشرة الآلية استغرب الإبن من كلام أبيه وقال أيمكن بهذه الحشرة الصغيرة أن نكتشف كل تلك الأسرار العجيبة؟ رد الأب مخففا من دهشة ابنه نعم لقد صممتها لهذا الغرض واعلم يا ولدي أن هذه الحشرة الآلية تستطيع الدخول بسهولة إلى أماكن تصعب على السفن الفضائية الدخمة قال الإبن وما الفائدة يا أبي من دخول هذه الحشرة الآلية إلى عمق الصخور؟ أجاب الأب موضحا إن هذه الحشرة يا بني تعتبر من أهم الاختراعات المستقبلية في علوم الفضاء فهي مزودة بكاميرات تصوير غاية في الدقة تخترق الشقوق فتجمع عينات من التربة وتحللها وترسل الصور والبيانات إلى مركز المحطات الفضائية عاد الإبن يتساءل أبي كيف اهتديت إلى تصميم هذه الحشرة الآلية بهذه الدقة؟ قال اسمع يا ولدي إني راقبت إحدى الحشرات في الطبيعة لفترة طويلة والتقطت لها فيلما لأعيد مشاهدة عدة مرات ثم تتبعت سلوك هذه الحشرة مدة طويلة وهكذا تمكنت من تصميم هذه الحشرة الآلية التي ستنطلق في أول رحلة لها إلى كوكب المريخ في السنوات القليلة المقبلة تعجب الطفل وقال وهل هناك وسائل أخرى غير هذه لاكتشاف الفضاء؟ أجاب الأب بسرعة نعم هناك وسائل أخرى صممها علماء الفلك الجدد لكنها تشتغل بطرق علمية مختلفة بحيث تتمكن من دراسة الكون عن طريق الأشعة المتطورة فتكشف تلك الأجسام الفضائية انطلاقا من المراصد الفلكية الأرضية اعتزل ابن باختراع والده وقال ما أروعك يا أبي؟ إنه اختراع مذهش حقا لا شك أنه سيمكن البشرية من معرفة عالم الفضاء وأسراره الغريبة والعجيبة إذن كان هذا هو النص دينا غنمر الآن الإجابة على الأسئلة المرافقة له إذن سنبدأ مباشرة بأفهم النص إقمار الفضاء مثل فضاء مثلا si فلك نجوم أيضا ممكن نقوله مركبة مركبة فضائية أو سفينة فضائية إذن هادو سماء أيضا ممكن نقوله سماء إذن هادو ممكن هادو من الكلمات اللي عندهم علاقة بكلمة الفضاء إلا لقيتو شي حاجة مخالفة لكم الاختيار ثم غنمروا السؤال الثاني أربطوا كلمة وصلة بمعناها حسب صياقها في الجملة إذن عندنا هنا كلمة وصلة كل مرة كتجي حين نحن نعرفوا أن اللغة العربية ماشي كلمة كتبقا إلا شرحناها في أحد الجملة صافرها كتبقا ذاكو الشرح ديالة في جعل الجملة بحل مثلا عندنا هنا وصلة جات في هذه الجملة وصل رائد الفضاء إلى الكوكب أشنو المعنى ديالها واشربطة ولحلو لزارة إذن هادو وصلة أشنو المعنى ديالها جافت في هذه الجملة ثم بالنسبة للجملة الثانية وصل الفتاة أقاربه ووصل البحار القاربة بالرصيف إذن ما معنى وصل رائد الفضاء إلى الكوكب يعني حل بالكوكب يعني وصل إليه وصل الفتاة أقاربه يعني زارهم اللي كنقولو صيلة الرحيم يعني كنصيلو الأقارب ديالنا يعني كنزوروهم ووصل البحار القاربة بالرصيف يعني ربطه نمر الآن إلى أفهم وأحلي أعيد قراءة النص لأضع كلمة علامة فيه في الاختيار المناسب وأعلل الشفاهية إذن هنه غد نشوفو هاد الاختيارات والصحيحة والخاطئة ونعطي سبب عندنا المعلومة اخترع الأب الحشرة الآلية ليلعب بها الولد هل الأب اخترع هذه الحشرة الآلية لكي يلعب بها ابنه لا خطأ إذن هنضروا خطأ لأننا سنرجعوا دابا للنص ونشوفو السبب لماذا اخترع الأب هذه الحشرة الآلية إذن عندما تعجب الابن من هذه الحشرة طلب من أبيه أن يفسر له لماذا صممها على هذا الشكل الصغير فقال له الأب اعلم يا عزيزي أن حلم الصفر إلى الفضاء راود العلماء منذ القديم ولما نجحوا في إرسال السفن الفضائية إلى هناك حاولوا إنزال بعضها على سطوح الكواكب ففوجئوا بوجود شقوق كثيرة في سخورها لا يمكن للسفن الفضائية الكبرى أن تكتشفها فإذا العلماء من اللي بغوا يكتشفوا الفضاء أرسلوا السفن الفضائية ولكن هذه السفن الفضائية لكبر حجمها وضخامتها لم تستطع اكتشاف الشقوق الصغيرة التي توجد في أعمق الصخور لذلك لم يكن اكتشافهم دقيقا ففكر الأب في اختراع آلة تكون صغيرة الحجم ومزودة بالآلات التي تكون في السفن الفضائية يعني فيها كاميرات مراقبة غاية في الدقة تقدر هاد الاختراع البسيط الصغير يقدر يمكنهم من اكتشاف ما بالصخور إذن وهل وصلوا إلى حل يا أبي نعم يا بني لقد وجدوا حلا إذن هنا في غير لي غير نفهموا السبب دي الاكتشاف هذه الحشرة لقد وجدوا حلا يمكنهم من اكتشاف جميع الأسرار التي توجد بداخل هذه الصخور وهذا الحل هو ما أشتغل عليه الآن إذن هو يشتغل على الحل الذي سيمكن العلماء من اكتشاف ما بداخل الصخور إنه الحشرة الآلية إذن هناك نفهموا بأنه اخترع هاد الحشرة الآلية باش يكتشفوا ما بداخل الصخور وليس لكي يلعب بها ابنه ثم غد يندزوا السؤال الثاني أو الاقتراح الثاني يخترع الأب الحشرة الآلية لحل مشكلة استكشاف الأماكن الضيقة نعم صحيح إذن هو اللي قلنا دبا في الفقرة لأنه قلنا العلماء فكروا في اختراق الشقوق التي توجد في أعماق الصخور من أجل اكتشافها لذلك فكروا في هذه الآلة العجيبة اندهش الطفل لصغر حجم الحشرة الآلية نعم إذن الطفل اندهش من الصغر ديالها لذلك سأل والده عن سبب اختراعه لها اندهش الطفل لقدرة الحشرة الآلية على الاستكشاف أيضا نعم إذن في النص كنلاحظوا أن الطفل استغرب أو اندهش لقدرة هذه الحشرة على الاستكشاف إذن كان سجله هنا في آخر نص عندما قال اعتزل أبو بابن باختراع والدي وقال ما أروعك يا أبي إنه اختراع مذهش حقا لا شك أنه سيمكن البشرية من معرفة عالم الفضاء وأصراره الغريبة العجيبة إذن هذا هنا في كبالنا بأنه اندهش الطفل لقدرة الحشرة على الاستكشاف ثم السؤال الثاني أملأ الجدول بما يناسب انطلاقا من النص إذن المشكلة التي واجهت العلماء إذن المشكلة التي واجهت العلماء المشكلة التي واجهت العلماء هي صعوبة الدخول إلى الشقوق أو عدم قدرة سفن الفضائية الكبيرة أو الضخمة على اكتشاف سطح الكواكب وأصرارها خصوصا عندما وصلوا إلى الصخور ووجدوا بها شقوقا عميقة ولم يستطيعوا الدخول وإكتشاف أعماق هذه الصخور إذن المشكلة التي واجهتهم هي عدم قدرة السفن الفضائية إذن بما نكمل الكبيرة ما غيرت قدناش على اكتشاف إذن عدم قدرتها على اكتشاف سطح الكواكب يعني ما أعطتهمش معلومات دقيقة عن مكونات السطح هذه الكواكب التي أرادوا اكتشافها على اكتشاف سطح الكواكب وأصرارها العجيبة إذن أشن هو الحل اللي لجؤوا لي إذن الحل المناسب هو ابتكار آلة على شكل حشرة صغيرة تقوم بدور السفن الفضائية في اكتشاف الأصرار الموجودة في عمق الصخور إذن الحل هو اكتشاف آلة أو ابتكار آلة على شكل حشرة صغيرة تقوم بدور السفن الفضائية في اكتشاف الأصرار الموجودة في عمق الصخور إذن هذا هو الحل أنهم يكتشفوا آلة صغيرة تكون على شكل حشرة تمكنهم من الدخول أو الوصول إلى أعماق الصخور ثالثا أميز العلاقة بين الحشرة الطبيعية والحشرة الآلية إذن أشنا العلاقة اللي كي تربط بناتهم يعني فش كي تشابهو أو أوجه تشابه أو أوجه الاختلاف إذن هنا يمكن القول أن الحشرة الطبيعية والحشرة الآلية كلاهما تتمتعان بحجم صغير وكلاهما تستطيعان الوصول إلى الأماكن الصعبة إذن يمكن القول كلاهما تتمتعان بحجم صغير يمكنهما من الوصول إلى الأماكن الصعبة أتأكد من صحة توقعاتي إذن هنا سنقارن ما بين ما توقعناه قبل القراءة وعند قراءتنا للنص إذن إذا كنا قلنا ذلك الشيء الذي توقعناه جاء تماما مطابق لما قرأناه يمكن القول أن توقعاتي جاءت مطابقة تماما لما أو تقريبا لما جاء به النص إذا جاءت مخالفة سأقول بأن توقعاتي جاءت تخالف ما جاء به النص نمر إلى أركب وأقوم أقترح عنوان آخر للنص إذن هنا سنحاول نقلب لشي عنوان آخر أعطانهم الحشر الآلية نحن ممكن نكتبه مثلا الحشرة الفضائية أو مثلا الحشرة الصناعية أو مثلا الحشرة العجيبة أو الآلة العجيبة إذن هنا مجموعة من اختيارات ألخص الفقرة الأخيرة من النص إذن في الفقرة الأخيرة سنقوله مثلا سنجد للآخر آخر فقرة في النص يمكن تحديدها من اعتزل ابن باختراع والده إلى نهاية النص إذن ماذا يمكن أن نقول يمكن أن نقول اعتزاز الطفل مثلا اعتزاز الطفل باختراع والده الذي سيمكن البشرية من صبر أغوار أو اكتشاف أسرار صبر أغوار الفضائي بين هات صبر أغوار يعني اكتشاف أسرار صبر أغوار الفضائي واكتشاف ما به من أسرار عجيبة و غريبة إذن هذا فقط الفقرة الأخيرة تلخز الفقرة الأخيرة ثم ثالثا وبدأ رأيي في اختراع الأب إذن ما هو رأيك في اختراع هذا الأب إذن هذا الاختراع يمكن أن نقول عنه أنه اختراع أن هذا الاختراع هو اختراع مفيد وسيسجل قفزة في مجال في المجال البحث العلمي إذن إنه اختراع مفيد للغاية لأنه لأنه سيساعد في تطوير مجال البحث العلمي إذن اختراع مفيد للغاية لأنه سيساعد في تطوير مجال البحث العلمي إذن كان هذا هو النص موعدنا يتجدد في نص آخر أو في حصة مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر